مباشرة من دبي رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في شركة ايكوتي جروب مساء الخير رائد شكرا لاندمامك إلينا بالأسواق العربية ودعنا نبدأ مدام احنا في أول جلسة لهذا الأسبوع حركة قوية نراها على الدولار تضغط على معظم الأصول الاستثمارية وبالتالي إلى متى يمكن أن يستمر الدولار بالارتفاع حقيقة الدولار الأمريكي مسيطر مسيطر على المشهد وبقوة أمام معظم النظراء من العملات الأخرى وطبعا السبب الرئيسي يعود إلى تبني الفيدرال الأمريكي هذه اللهجة التشددية بشكل كبير جدا أفاق بقاء السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة مع فتح الاحتمال الإمكانية رفعها بشكل إضافي وفق الاجتماع الأخير تقيقة الأسواق حتى الآن يعني تتحرك على وقع هذه الاجتماع الأخير لذي كان الفيدرال الأمريكي قوة الدولار الأمريكي أيضا تأتي من ارتفاع عوائد السندات بشكل كبير جدا عوائد السندات العشر سنين عند الارمع فاصل تلاتة وستين هي أعلى مستويات منذ أكثر من ستة عشر عاما يعني من جولاي 2007 نحن شفنا هذه المستويات التي أيضا تصرف طلب أكثر على الدولار الأمريكي في الأون الحالية بالتالي قوة الدولار الأمريكي أعتقد مرتاحها موجود في خطاب الفيدرالي القادم رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر ممكن نبدأ نشوف آثاره بسلبية أكبر على الأسواق حتى الآن فاطمة يعني ما نشوف الأسواق أو معطيات الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة الأمريكية ليست بالسوء الذي يصي يعني يوصف بأنه مقبلين إلى ركود اقتصادي بالتالي إذا جاءت أرقام أكثر خلال الفترة القادمة مظهرة سلبية الوضع بالنسبة للاقتصاد الأمريكي كما تلك التي جاءت مؤخرا من سوق الإسكان على سبيل المثال بتراجعات كبيرة وواضحة إذا رأينا سوق العمل في تقريره القادم يظهر ارتفاع أكبر في معدلات البطالة قد يكبح ذلك قرار الفيدرالي القادم وممكن يعطي لهجة تيسيرية أكثر رائد هذه لربما منذ فترة لم نرى العلاقة العكسية واضحة في تداولات ما بين الدولار والكوموداتيز هذه المرة نراها بشكل واضح الذهب يتراجع إلى أدنى مستوى منذ سبعة أشهر ويتراجع للجلسة السادس عشر على التوالي بسبب قوة الدولار وأيضا في التداولات الحالية لأن النفط تتخلى تقريبا على 2% وعاملين رئيسيين يضغطوا على النفط بشكل رئيسي هو تراقب ما سوف يأتي في كلمة جيرون باول لأنه إذا ما تحدثنا عن سياسة فيها رفع الفائدة لمدة أطول هذا بالطبط حيدغط على الدورة الاقتصادية للطلب والعرض في سوق النفط أيضا وبالتالي هنا هل يمكن أن نقول أن عادت العلاقة كلاسيكية مرة أخرى كنا افتقدناها لفترة طويلة أعتقد تماما تعود العلاقة ولكن يعني العلاقة ليست بمسبباتها المعتادة نحن عم نشوف حاليا ضغط الذهب بالاتجاه الهابط ربما بالنتيجة قوة الدولار الأمريكي ولكن الأبرز هو توافر الفرصة الخالية من المخاطر بارتفاع عوائد السندات بشكل كبير جدا يعني نحن نشوف السندات التي توفر عوائد مرتفعة بالمقارنة مع الذهب عم يكون في عنا توجه نحو هذه السندات بالنسبة للنفط نحن عم يكون الضغط والاتجاه الهابط هو بشكل واضح نتيجة لأفاق نوعا ما سلبية فيما يتعلق بالطلب المستقبلين في ظل وجود محدودية المعروض ووجود الـ أو الاقتطاعات الانتاج الطوعية التي تتبعها أوبيك بلس بالتالي لهذه هي الوضع الطبيعي الذي نعرفه قوة الدولار الأمريكي يعني تعكس ضعف بالكاموديتيز أو بالسلع ولكن الفترة الراهنة من المنحن الذي يعيشه الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية والاقتصاد العالمي حاليا بظل وجود عوائد مرتفعة وأسعار فائدة مرتفعة بشكل كبير جدا تظهر حقيقة هذه العلاقة الكلاسيكية العكسية بشكل واضح جدا